رغم ما جرى في محافظتهم من قتل وتدمير وتهجير ها هي مدينة الموصل تشهد اليوم افتتاح أول مطعم في العراق يضم روبوتات تقدم الخدمة للزبائن المطعم هنا يعتمد على ثلاث شغلات أساسية طبعا هي الروبوت النادي اللي هو موجود حول العالم أكثر من مطعم أقرب لنا في الامارات في دولة الامارات العربية في دبي أعتقد وأكوة عندنا الخدمة الثانية هي الطاولات التفاعلية اللي عن طريقها الزبون راح يقدر يطلب طلباته بشكل كامل أو يرسل طلبات للمطبخ بشكل تلقائي يعني لغينا تقريبا المينيو الورقي الشغلة الثالثة عندنا قدمناها نحن اللي هي الاميرسيف رستورانت اللي هي الصالة خاصة في آي بي ورغم أن فكرة هذا المطعم طبقت في دول مختلفة من العالم إلا أنه تم تصميم نادل ألكتروني في مطعم الثعلب الأبيض بسواعد مهندسين عراقيين لم توفر لهم الحكومة فرص التعيين والعمل اتجهنا على القطاع الخاص لأنه تعيين وما تعيين ما يوجد حاليا خاصة بالهندسة فحاولنا أن نبث فكرة جديدة داخل مدينة الموصل ففكرنا بهذه الفكرة والحمد لله اشتغلنا عليها تقريبا صاغة لأربعة تشوى نحن نشتغل على الفكرة أنه استوردنا الأجهزة خارج البلد وقلنا وسطنا الأجهزة وقلنا ببرمجتها النادل الألكتروني ارتديزيا خاصا بالنادلين ووشاحا يحيط برقبته ويحمل صينية لإعضار طلبات زبائن المطعم ليبادر الزبائن بطلب وجباتهم ألكترونيا عبر شاشات دمجت بأسطح طاولاتهم مسجلين أعجابهم وفخرهم بهذه الفكرة وبمبتكريها من شباب الموصل نثمن هذه المبادرة وندعو جميع الشباب أن يضعوا بادرات أمل لديهم وأن يفجروا الطاقات الكاملة في داخلهم من أجل أن يديموا هذه المبادرات وأن يعملوا على تشجيدها وتطويرها في المستقبل إن شاء الله إذن هي سابقة لشباب الموصل وللعراق عامة في إنشاء فكرة مطعم الثعلاب الأبيض القائم على النادل الإلكتروني فكرة نشأت من العدم وأصبحت واقعا ليؤكدها أولئي الشباب أن الإبداع والابتكار ما زال في دمهم وأنهم يعيشون على الأمل رغم كل شيء شكرا